اشتركوا في القناة اقامة للوافدين لمدة سنتين او اقصر مع الاقتفاء بسنة واحدة فقط ويشمل القرار زوجات الكواتيين وابناء الكواتيات وامهات المواطنين الوافدات وزوجات وابناء الوافدين وقالت المصادر ان سبب منح الاقامة للوافدين لمدة سنة فقط جاء بسبب تداعيات وباء كورونا والتي عرقلت كثيرا من الاعمال واوضحت المصادر ان منح الاقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لاقصر من سنة واحدة يتطلب فخوصا طبية ومراجعة القيود الامنية وغيرها من الامور الفنية وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرها ان قرار وقف منح الاقامة لاقصر من عام يسري على الجميع استثناء العاملين في القطع الاهل المتواجدين داخل الكويت ولديهم اذنات عمل رسمية لسنتين او اكثر علاوة على ذلك قالت المصادر ان الداخلية الكويتية منحت فرصة لمدة شهر لمخالفي قانون الاقامة لتعديل اوضاعهم او مغادرة البلاد مضيفة ان اتجاوب المخالفين ضعيفا جدا اشتركوا في القناة